يتعلم التجويد أن يقرأ القرآن مجودا فيطبقوا أحكام التجويد من الإخفاء والإدغام والترقيق والتفخيم والمدود وغير ذلك من أحكام التجويد فيتعلمها سيجد لذة وهو يقرأ سيجد لذة وهو يسمع بعد ذلك خاصة عندما يقوم مع الإمام في صلاة التراويح والقيام وكيف أنه يجد لذة بعد أن يتعلم التجويد ويصلي خلف إمام متقن كيف يجد لذة في سماع كتاب الله تبارك وتعالى